السلام عليكم نشرت صحيفة SVD السويدية قصة هانا فيليبسون التي تعيش في منطقة فيرملاند حيث أعلنت اعتناقها الإسلام وارتداء الحجاب وتحدثت هانا كثيرا على حسابها في تيك توك الذي يتابع آلاف المتابعين عن كيفية اعتناقها الإسلام وتقول إن متابعين كثيرون يتواصلون معي بالرسائل والاتصال ويريدون معرفة المزيد عن الإسلام ولماذا اخترت أن أكون مسلمة وماذا وجدت في الإسلام وأضافت في بعض الأحيان يريد سويديون دخول الإسلام من خلالي هم يريدون معرفة ماذا يجب أن يفعلوا ليكونوا مسلمين وفي أحيان أخرى يريد أشخاص ولدوا مسلمين معرفة المزيد عن دينهم حيث لا يعرفون أي شيء عن الإسلام بسبب الغربة وطبيعة الحياة في السويد تقول وهذا يشعرني بحزن عميق أن تكون مسلما ولا تعرف شيئا عن الإسلام ولفتت هنا إلى أن الحرب في الشرق الأوسط سبب مهم جدا في نشر الإسلام في السويد والغرب دفعت مزيدا من الناس إلى الرغبة في التعرف على الإسلام وأضافت إنها ظاهرة تنتشر حول العالم الأوروبي والغربي بسبب هذا الصراع ولكن وسائل الإعلام السويدية والغربية برأيها لا تلقي الضوء عليها حيث أعلن الكثير من النساء والفتيات الدخول في الإسلام بعدما شهدوه من ثبات العقيدة وعدم الخوف في أهل غزة وأضافت إنها ظاهرة باتت تنتشر حول العالم الأوروبي والغربي بسبب هذا الصراع ولكن وسائل الإعلام السويدية والغربية لا تلقي الضوء عليها حيث أعلن الكثير من النساء والفتيات الدخول في الإسلام بعدما شهدوه من ثبات العقيدة وعدم الخوف في أهل غزة وهم يودعون أطفالهم وأحبابهم في مواقف مصورة لم يسبق أن شاهدها العالم أبدا بعد أسابيع قليلة من تحول هانا إلى الإسلام بدأت في ارتداء الحجاب بشكل دائم وتعتقد أن ذلك يحمي حياتها الخاصة ويحميها ويحفظها ويضيف قيمة لها ولكن كالعادة كان الحجاب وشكله ورمزه للمرأة المسلمة هو الجزء الأصعب بالنسبة لمحيطها من الناس حيث كان رد فعل عائلتها على الحجاب أكبر من رد فعلهم على اعتناقها الإسلام تقول فأنت تكون على أي دين أمر يمكن قبوله ولكن ارتداء رموز مثل الحجاب والتحول إلى نمط حياة دينية كان صدمة وردا على سؤال عما إن كان الحجاب علامة اضطهاد للمرأة تقول هانا بالعكس تماما فإن الحجاب يحميني من نظرات الرجال ويجعلني أرسل رسالة لكل من حولي أنا مسلمة عليك أن تحترم خصوصيتي مشير إلى أن الحجاب يساعدها على أن تكون امرأة قوية وتقول الحجاب يجعل جمالي ليس فتنة للآخرين إنه يمنحني القوة والثقة والاحترام وأضافت لقد عملت في أماكن عمل يهيمن عليها الرجال في السويد وفي العمل كان زملائها في كثير من الأحيان من الرجال الأكبر سنا تقول إنه برغم الالتزام المتبادل في العمل ولكن كانت الإحاءات الجنسية منتشرة والرغبة في علاقات جنسية كان يحيط بها في هذا المجتمع تضيف كان المجتمع المتحرر والمتمدين الملتزم بالقانون لكن محوره الجنس انتقلت هنا إلى مكان عمل جديد في مدينة جديدة لكي تتخلص من أجواء العمل غير المريحة لها وكان هناك كثير من المسلمين يعملون معها في هذا العمل الذي يملكه رجل مسلم تقول هنا إنها شعرت باختلاف في المعاملة التي تلقتها فبالرغم مما هو مشهور من مفاهيم المرأة والجنس لدى المسلمين لكن السمة الأساسية التي كانت سائدة كانت احترام المرأة وعدم خدشها بالإحاءات الجنسية وأضافت هنا في لبس في العمل كان معها رجال يذهبون إلى المسجد يوم الجمعة بدلا من الخروج للاحتفال كانوا يذهبون للصلاة بدلا من أخذ استراحات للتدخين إنهم يقدسون حياتهم الزوجية وأزواجهم وامتنع هؤلاء الرجال تماما عن لمسها أو مصافحتها أو النظر مباشرة في وجهها أو جسدها قالت كان ذلك احتراما للمرأة وعدم خدش خصوصيتها تقول إنها شعرت بالأمان والإلهام والتقدير واحترام الذات وأنها ذات قيمة يحافظ عليها الآخرون كونها امرأة وتضيف خلال شهر رمضان كان أداء الصائمين في العمل جيدا وبغض النظر عن أي شيء فقد كان إيمانهم أولا وعملهم كما هو بنفس الالتزام وهذا ما جعل السويدية هانا فليبسون تفكر في ما هو الإسلام ومن هم المسلمون هل هم أناس لطفاء بأخلاق الفرسان أو هم متوحشون يحبون العنفة واستعباد المرأة قرأت هانا عن الإسلام لأكثر من عامين فعرفت الكثير عن الإسلام وكيف تكون مسلما وتصلي وما هو الوضوء والصيام والحجاب والزكاة وقالت الإسلام سهل جدا يحاول جعل حياة الإنسان بقيمة الإنسان الحقيقية وفي أحد الأيام استيقظت هنى ليلا لتنظر إلى السماء وتعلن الشهادة التي كانت عرفتها من قبل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لتعتنق الإسلام فجرا هذا اليوم وتبدأ أول صلاة لها صلاة الفجر تقول إنها تعيش حاليا حياة هادئة وبسلام مع النفس وتهتم بحياتها الرياضية التي كانت أحبتها وتمارسها وهي تغطي جسدها بالكامل باستثناء الوجه واليدين كما أنها تواظب على الصلوات الخمس وتقول نحن لا شيء بدون الصلاة والإسلام لا يمنعني كامرأة من فعل أي شيء تفعله أي امرأة في العالم كانت هنى تشاهد أحداث الشرق الأوسط خصوصا في فلسطين وتشاهد الكثير من الصراعات التي تتعلق بالمسلمين وتحاول التعمق أكثر وأكثر في هذا الدين تضيف بعد اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023 اتصلت بها العديد من النساء في السويد وكانوا يتساءلون عن ماذا حدث وأنه أمر عنيف غير مرغوب تقول كنت أوضح لهم الموقف بعمق تاريخي للأحداث السويديون لا يعرفون تاريخ هذا الصراع والظلم الذي تعرض له الفلسطينيون تقول وزارتها إحداهن لاعتناق الإسلام وعن سبب ذلك تقول هناء المسلمون يعانون لكنهم لا يفوتون صلاة واحدة إيمانهم قوي جدا راضون بما كتبه الله صابرون على الابتلاء يرون أحبابهم يموتون ولكنهم صابرون يحمدون الله يطلبون الأجر والرحمة من الله راضون بما كتبه الله إنهم أناس ملهمون يقول البروفيسور السويدي سيمون سورينغينفري تعليقا على انتشار الإسلام بعد الصراع في الشرق الأوسط يقول في مقال نشره أصبح من الشائع أكثر أن يجد الشباب سياقا دينيا مختلفا عبر الإنترنت ترجمة نانسي قنقر